السلام عليكم و مرحبا بكم اشترك معكم حريشات بطفح رائعين جدا و من هنا نشكر صاحبة الاقتراح اختي و حبيبتي و صديقتي بديعه يجب عليك صحفظك او لا يخطيك او لا يجب عليك ولدتك هنا سنشارك معكم حريشات و صراحة مبتكرة كانوا يعجبوني عندها كانوا يحمقوني و كانوا يجب عليهم في القناة و قالت لي مرحبا و الف مرحبا انها صراحة تعتبر قناتها و قناتنا اكيد بسم الله على بركتي نبدو المقادر و طريقة تحضير و فرجة ممتعة للجميع بالنسبة للمقادر عندي ثلاثة كيسان سميدة عرقيقة خاصة بالبسبوسة و ربح و كأس قل ربح دقيق الخاص بالحلويات بالنسبة للدقيق يعني يكون خاص بالحلويات بالنسبة للكؤوس بالعبارة الكأس العنبة عندي كأس مخلط ما بين زبدة و زيت يعني درت نص زبدة مدوبة و درت نصف الآخر ديال الزيت و عندي كأس ديال سميدة لكي تكون حرشة بزفية حرشة خميرة ملحة و كسب الضوء معلقة الخل و عندي طريقة صغيرة الخميرة و من كلكم تستغنوا عليها و عندي معلقة كبيرة سكر ساندة و نسمهم بالليمون أو بالسيتروم بالحامض أو بالفانيلا نستعمل الليمون نستعمل المكونات كاملة من غير الخل لا ترونه نبس بس هذا الخليط نضروري كي تبس بس حتى كله يعني ملبس بدك الدهون اللي هي كأس ديال مخلط ما بين زيت نباتية و زبدة اللي يخليها تجيه شيشة في نفس الوقت نفندوها في السميدة التي تكون غليظة من البرة تجيه مقر و من الداخل تجيه مفردة ستجيه ان شاء الله انها تجيه لحبة معزولة على أختها علش أن انا كان بسبسوها خصوصا أن ما كان عجنوش غير كان بسبسوه و بالأصابع كيف مما شفتوه صراحة كنقول ختي بديعة و صديقتي و كل شيء كنقول يا شكرا على الاقتراح اللي فعلا أنا حمقتني و عجبتني عنها فكرة رائعة أول مرة على اليوتيوب حرشة بتفح في هذا الشكل بكثرة أعجبتني انني بغيت نزلها في القناة باش حتى المتتبعات اكيد يستفيدوا منها و كنقولها شكرا جزاكي الله و كل خير من هذا المنبر هنا سنحك ليمون يعني يمكنكم تسموه بالفانيلا أو بالحامض سوف نقوم بسبس الخالي جيد يعني نتأكد انه دهون دينا كاملة بسبس سميدة و بعد نضيف معلقة دينا لدائما أنا كنضيف جميع المعجنات وهنا عندي واحد المعلقة دينا العسل و كتبقى اختيارية غير كتبقى اختيارية كتبقى واحد الكأس كبير غير دينا بارد ماشي ضروري دافي ممكن لكم تستعملوا الحليب يعني صراحة الوصفة الأصلية حليب ولكن أنا أعتقد كتبقى انها كتبقى ندري حليب مادة بمكان غير غير كتبقى لكي تستعملوا ثلاثة كتبقى بمكان كتبقى أكد عليكم أن تجعلها جريا لأنها سميدة معروفة أنها تشرب نأخذ واحد الكويرة من الحرشة ونضعها في السميدة التي تكون غليظة ومن بعد نحاول أن نطبعها بالكاس وإن تشققها من الجنب ليس مشكل نقضيها بالأصبع لأنها معروف سميدة تشققها ضروري خصوصا لا نصبب الحرشة نقضيها بشي سطاة شويلة نقضيها قليلا نقضيها متساوية ونقضيها الكمية للتفاح الوسط كي تجي صراحة الديد بزاف غير صدقوني يضربها كيفما كان عاود نقولها بكثرة من أنها عجبتني صراحة حاولت أنني بغيت نزلها في القناة لأنها غير إلا شفتوا منظر ديالها يشاهي خصوصا المداقة رائع جدا كي يجي زوينه ويتعسلني ندك التفاح كيعطي مداقة رائع لها الحرشة ديالنا وكي تكون شي حاجة جديدة وشي حاجة راقية هنا كنقضي مستمر يعني كنأكد عليكم نحاول أننا كنبس بسوم زيان كي تسميدة ديالنا كي تبقى نحب معزول على خطب حال الحرشة اللي كتكون ديال الضنقة باش ما كي تجيش مضقصة وما كي تجيش معجنة ما كنا ناكل هاكا الدوم في الفوم كتفرتت وفي نفس الوقت في الجوانب يعني كنحاول أننا كنقضهم غير كنطبه بالكأس يعني كأس عادي ما كندهنو لبزيت لبتشي حاجة الجوانب اللي يعني اللي داروا لنا كنحلوهم أركينا الحبات اللي ما كيدونش فيها الجوانب ولكن ضروري كنحاول أننا كنقضهم صفي وكندير الحشوة نأخذ معلقة كبيرة تماما بعد مساليتهم كي يكون ادوش كلهم ندخلهم من الفرن إن شاء الله كي يكون مسخر على 180 درجة ما كي يأخذوش لنا الوقت نهائيا بالنسبة لتفاح باش كي يجينا مع السلو كي يجي يعني تفاح كراميلي زي كنخدوا حد شوية ديت الزبدة شوية ديت الزبدة فقط من أحسن أنها تكون زبدة نباتية كتسع طي مضاق رائع جدا خصوص الحاجة اللي كي يكون فيها الكراميل يعني كي يكون مضاق الديد بثاف وغادي ندير شو واحد لما يلقات قريبا ديت السكر ملفق منها كي يعطينا واحد يعني كتسخلط هي وديك سلميذة اللي كتسكون حرشة كتعطيتها يا قرمشة ونفس الوقت يعني كي يولي عدنا تسوفة حدينا كاراميلي زيو كيعطي ما دقائع غادي ندخلهم شعل عليه ملفق والسحس ما كي يأخذوش نهائيا بالطياب أكد أن من الأحسن أنكم تخلوهم الفران يكون بارد باش ما يتشقوش لنا بزاف ونرجع إن شاء الله باش نقدمهم لكم بصحة ورحة كي يستحقوا التجربة كي يجيوا لداد وزوينين بزاف أكيد تجربوه ما تردو علي الخبار بالنسبة للجواني بأكيد نصوبوهم ونقدو الجواني بلقينا مضروري كي تشقوه هذا وشكلهم بعد ما كي خرجونا كي يجيوا لداد بزاف حاولت أن يزينهم تزين بسيط كي يبقى كاقتراح لكم فقط أنكم تزينوهم غير باش أنهم كي يكونوا زوينين حاولوا أن ما ديروش غلط لدرس أنا الفران من الأحسن أنه يكون بارد أنا خليط الفران يعني كنت ديرها سخون هنسو مار كي يجيو كيت فرتو يعني رم كي يجوش نهائي نمدقصين الحبة دي والساميد دينا كتجي الحبة معزولة على أختها كنشكر صاحبة الاقتراح ختيبة دي عاكم قوليها الله يجزك بخير وكنقول لكم كنزمننا أنكم تجربوهم أكيد لعجبتكم الوصفة ما تسونيش بلي لايك ديلكم وبتعليقكم وبلي بارتاج مع الأهل والأصدقاء في مواقع التواصل إجيماعي باش تعمل فائدة على الجميع هنقول لكم خليتكم على خير وخليت لكم الرحمن وإلى وصفة قادمة إن شاء الله مع السلامة وسحياتي لكم وشكرا على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر